بحث وزير الخارجية سمح شكري ونظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا تطورات الوضع في قطاع غزة والجهود المشتركة من أجل توصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وخلال الاتصال الهاتفي أكد شكري مجددا على رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القصرية لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية وأي اكتياح بري لمدينة رفح الفلسطينية من جانبها أكدت كاميكاوا على حرص اليابان على استمرار وثيرة التشاور والتنصيق مع مصر بشأن هم القضايا الإقليمية والدولية مشيرة إلى تقدير بلدها للدور المحوري الذي تقوم به مصر للوسطة بين الأطراف بهدف التوصل إلى هدنة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وكذا دورها الرائد في تأمين تضفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع